رأيك ان احنا بعد كده لما تطلع اي ست نعمل ايه انا رأيك في اي تصرف هو طبعا التصرف استريني يا سيد عمر اني لما يجيني بلاغ زي ده اسأل اللي جاي بالبلاغ انت صورتها زي ده اللي يهناني سيبك من البكيني ومش البكيني اللي صور ده او اللي صورت ليها حق انها تقتحم وتصور وتحط على الفيسبوك ده السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا يا جماعة هل من حق اي حد اللي سيد عمر قديم ماشي في الشارع لابس بدلة كاملة وكرافافة هل من حق لا هو بشكل عامة فيش تصوير بس اللي صور ده اكيد هو تخيل ان هو بيصور جريمة هو بيصور فعل فاضح يعني هو تخيل كده ازيع الجريمة دي على الفيسبوك مثلا يعني انا همشي معاك لغاية الاخر الاجاعة الجريمة دي على الفيسبوك هو ده قانوني هو ده الاخلاقي فانا لو لو من متلق البلاغ احاسب من صور احاسب من نشر هذا التصوير يعني انت رأيك ان احنا ان احنا لازم نطيب خطيرها برضو احنا هزا لازم نعتذر له نعتذر له وبدون وهقول لحضرتك وهقول لحضرتك ليه الوقت انا اعتذر لها لان احنا ما عملناش اي حاجة مع اللي صورها ما عملناش اي حاجة والتصرف كان تصرف مبالغ فيه جدا انا لكل اللي بطلوبه مكتب في وزارة السياح فيه ناس لطيفة تعرف لغات لما تصار حاجة زي كده يخبطوا على الباب في ممتهى السربية يعرفوها ان فيه كذا وكذا وكذا وان جالنا كذا وتنتهي الحكاية عندك لكن يعني نجيش نفسنا ونطلع كتيبة ونروح مش عارف نحمد ايه تعالي نحقق معاك وتصبح منشط في العالم كله احنا لازم نسأل نفسنا سؤال احنا عايدين نبقى مجتمع سياحي ولا نفضها سيرة ونقفل على نفسنا ونبقى نحنية طبيقية